السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم الجاهرة عودة بعد وقت طويل إلى اليوتيوب بمقطع رائع شكرا 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 لترازو مدرن على هذه الفرصة أرسله لصندوق رائع في تجربة لسلوب اترازو في فن في فن صناعة سيراميك اللي ننقل كده اسمنته أشياء وحركات بركات تذكرون الحواش القديم حق الأولين اللي كن كده في حصام لون وحركات فهذا هو الفن رجع لأسلوب السلتين هذه وصار يعني من الترند الرائع اللي طايحين فيه الناس ومرحلوا أعماله فأرسله لصندوق في جميع الأدوات اللي تلحجينها حتى تبدأ لتجربين هذا الفن باستثناء شي واحد بس اللي هو الميزان ميزان الطعام اللي موجود في المطبخ أرسله جميع الأدوات يحتاجينها حتى يعني الكيسة وأدوات التغليف لو بتسوينا هدية موجودة كذلك في الصندوق اللي رح يرسلون لك يا أنا أخذت هذا الصندوق استمتعت في الأدوات يعني جسأة أمالها وقت طويل أضفت بعض من الأدوات القديمة الذهب والحركات ألوان التذهيب هذه حتى كده كنت بجرب حركات بركات في المشروع اللي هم راسلينا طبعا أنت يتاح لك صنع ثلاث مشاريع في الصندوق فأنا قررت أني أسوي واحد اللي هو الصحن اللي حجمه وسط بس حتى أجرب يعني قررت أني أسوي شيء بسيط يعني ما حاولت أني أشطح بس شطحتي الوحيدة أني أضفت ترتر أضفت ترتر وأضفت ألوان الذهب بس قلت خلت أشوف هل راح يبين الترتر إذا خلصت ولا ما راح يبين بس يعني قلتني ما أمل أني أجرب الشيء مثل ما هم كاتبين لي في الوراء بس صراحة لأنهم خطين ورقة يشرحوا لك بالتفصيل كيف راح تسويين الصحن على أسلوب الترازه أهم شيء أهم شيء أهم شيء لك تركزين في الأوزان الخلط وبرضه تحاولين قدر الإمكان تزيلين كل البقع أو كل فقاعات الهواء وأنت تصبين الخليط على الصحن ثاني أهم شيء أنك تكونين صبورة مرة صبورة تخلينا يومين حتى ينشف إذا كان المكان الجو مثلا الرطب تخلينا يوم إذا كان المكان جاف وبرضه لما تحركينه أو تفركينه في ورقة الورقة اللي يفرك يعني كوني شي قوية أنا يعني فركتها بس طبقة وحدة وما بانت الأشياء أتوقع لو فركتها ثلاث أربع طبقات رح تبرزلي ترتر رح يبرزلي الألوان الذهبية أكثر لكن أنا مرة عجبتني اللون الباهات اللي طاله جدا 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 عجبني مرة حلو المشروع مرة ممتع أنا صديق افتقدت أن أجرب أشياء جديدة شكرا ترازو مدرن متى ما تشوفون صار هدية حركات بركات وعيدكم مبارك وأشياء إن أنا بسويت أيام العيد وما سويت للمقطع إلا الآن حطيت الكوبون حقي اللي حاب يجرب الأدوات اكتب لي تعليقاتكم لزي ما سويت مقطع مرة في تويتر السلام عليكم شكرا للمشاهدة